أهلا بكم في موجز لأهم أخبار التكنولوجي أحدث تسريبات عن الآيفون القادم واللي ممكن يبقى تحت اسم آيفون 13 بتقول إن أبل صغرت حجم مستشعر بصمة الوجه أو الفيس آي دي للنصف وده معناه إن النوتش هتصغر هي كمان على الأقل 30% في العرض وفي الطول طيب فايدة ده إيه؟ ده هيدي مساحة أكبر للمحتوى المعروض على الشاشة ونتمنى كمان إن ده يكون ليه تأثير في إظهار بيانات أكتر بجانب النوتش زي مثلا نسبة البطارية بدل ما منضطر إننا ننزل لوحة التحكم علشان نعرف البطارية فيها كم في المية أيضا فيه تسريب إن شكل الكاميرا الخلفية في الآيفون 13 والثيرتين ميني هيكون زي الشكل اللي في الصورة وده طبعا مش هيكون ليه تأثير في أداء الكاميرا لكن ممكن يكون علشان أبل تفرق في التصميم بين الآيفون 13 والآيفون 12 برضو متوقع إن يكون فيه مستين هيكونوا متوفرين حصريا للآيفون 13 الأولى وهي البروموشن أو معدل تحديث الشاشة هيبقى 120 هرتز الخاصية اللي اتأخرت على هواتف الآيفون وكمان خاصية الأولوزون ديسبلاي أو الشاشة الدائمة واللي برضو موجودة في هواتف الأندرويد من مدة والخاصيتين دول بيعتمدوا على الهارد وير مش الصوفت وير علشان كده هيكونوا حصريا للآيفون 13 في مؤتمرها السنوي للمطورين جوجل اعلنت عن جزء من المميزات الجديدة اللي هنشوفها في أندرويد 12 واللي لسه مزال في مرحلة البيتا الشكل تغير تماما وهيستخدمه نظام في التصميم اسمه Material U واللي بيعني أن المستخدم هو اللي هيحدد شكل وألوان الوجهة مثلا أول لما تغير الوال بيبر الوجهة هتثبت ألوانها باستخدام الزكاء الاصطناعي أو الAI بحيث أن الألوان كلها تناسب الوال بيبر تغيير في شكل التطبيقات المختصرة وشكل الإشعارات برضو شكل لوحة التحكم تغير شكل شاشة الكف وتكلموا برضو عن تطور في الخصوصية وأن الهاتف مثلا هيقول لك دلوقتي أي تطبيق بيستخدم الكاميرا والمايكروفون إلى جانب تحديثات تانية هيتم الإعلان عنها في المستقبل أيضا جوجل أعلنت عن تعاون بينها وبين سامسونج في دمج أنظمة تشغيل الساعات الزكاية تايزن الخاص بسامسونج وأندرويد وير الخاص بجوجل علشان يقدموا أفضل تجربة لنظام تشغيل يتمتع بتوفير استهلاك البطارية وأيضا سرعة الأداة التعاون ده مهم جدا وهيغير في مفهوم الساعات الزكاية في أندرويد والشركتين سامسونج وجوجل هيستفيدوا من بعض إزاي؟ جوجل هتستفيد بسرعة أداء نظام تشغيل تايزن وسامسونج هتستفاد بانتشار أندرويد وير وأن متورين كتير هيصمموا تطبيقات خاصة بنظام التشغيل ده وهيكون النظام ده متاح لكل الساعات مش ساعات جوجل أو سامسونج فقط ومتوقع أن الجالاكسي واتش فور هتكون أول ساعة تعمل بنظام التشغيل الجديد والمتوقع صدرها في شهر سبع عشرين واحد وعشرين بإذن الله جون بروسر بعد لما صرر بشكل النسخة الجديدة لأندرويد 12 قبل الإعلان عنه قام بتسريب أيضا شكل هاتف جوجل بيكسل سيكس وجوجل بيكسل سيكس برو والحقيقة شكله غريب وساعات بحس أن شكله حلو وساعات تانية بحس أنه مش حلو بسبب تدخل الألوان الكتير من الأمام الشاشة بتيجي بنظام البنش هول ديسبلاي واللي أصبح أفضل شكل للشاشات دلوقتي ومن الخلف الكاميرات بالعرض سواء كاميرتين للنسخة العادية أو تلاتة للبرو عموما لسه بدري على موعد إطلاق الهاتف اللي بيكون غالبا في شهر تسعة وهنشوف ساعتها هل التسريبات دي كانت صحة ولا لا في المعرض الدولي للشاشات SID 2021 سامسونج أعلنت عن أشكال جديدة هنشوفها مستقبلا للشاشات القابلة للطاية بعد ما سامسونج قدمت الشاشات دي في هواتف جالاكسي زي فلاب وجالاكسي زي فولد سامسونج أعلنت عن أجيال جديدة وهي الشاشة القابلة للطاية على شكل حرف S علشان لما تفتحها تصل لمساحة 7 و 2 من 10 بوصة وهي قابلة للطاية مرة أو مرتين على حسب استخدامك لها النوع الثاني وهو الشاشات الروليبل أو الملفوفة لو صح تسميتها ودي تقنية شفنا أوبو أعلنت عنها في هاتف تجريبي العام الماضي لكن واضح أن سامسونج هتكون أول شركة تنزلها للجمهور وهي شاشة بتلف حول نفسها علشان تصغر حجمها أو تقبر حجمها برضو على حسب المحتوى اللي بتشوفه النوع الثالث شاشات قابلة للطاية ولكن هيتم استخدامها للأجهزة اللوحية أو التابلت واللي طبعا هيفرق جدا في استخدام التابلت زي ما شفنا قدقي فرقة النوع ده من الشاشات في الهواتف النوع الرابع كان تقنية الكاميرا أسفل الشاشة أو الـ UPC واللي سامسونج أعلنت عنها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة علشان تؤدي إلى تصغير حواف شاشات اللابتوب وبقى مؤكد أننا هنشوف النوع ده من الكاميرات في الهاتف القادم من سامسونج وهو الجالاكسي Z Fold 3 بناء على التسريبات واللي هيتم الإعلان عنه في شهر 6 أو 7 من هذا العام شارب أعلنت عن هاتف بمواصفات سوبر وهو هاتف شارب أكوس بشاشة 6 و 6 من 10 بوصة ومعدل تحديث للشاشة 240 هرتز بمعالج سناب دراجون 3 تمانيات وبطارية 5000 ميلي أمبير وأكبر سنسور موجود للكاميرا من لايكا ومستشعر بصمة تحت الشاشة بمساحة ضعف اللي موجودة في الهواتف وإمكانية استردام بصمتين في نفس الوقت طبعا مقاوم للماء والأتربة و12 جيجا رام DDR5 الهاتف هيتم إطلاقه في شهر 6 القادم ولسه مش معروف السعر لكن هل نتوقع نجاحه ده اللي هنشوفه ما تنسوش تشاركوا في القناة علشان تتابعوا أهم أخبار التكنولوجي أول بأول ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشكرا